السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناة معلومة نشرح في هذه الحلقة كيفية تشغيل برنامج HTTP انجيكتر على الكمبيوتر نظام التشغيل ويندوز أول شي يجب عليك تحميل البرنامج سوف أترك لكم ملفين الملف الأول خاص بنظام التشغيل ويندوز نوات 32 بيت والثاني لنوات 64 بيت لمعرفة نوات جهازك تأتي إلى هنا إلى File Explorer ثم كليك يمين على This PC بعدها Show More Options إذا كنت تستخدم ويندوز 11 ثم Properties سوف تظهر لك المواصفات الخاصة بجهازك مثلا أنا عندي هنا نوات 64 بيت لهذا نأتي إلى هذا الملف المضغوط وأول شي نقوم به هو فك الضغط عنه باستخدام برنامج فك الضغط وينرر نعطيه Extract Here سوف ينتج عندي هذا الملفين ملف إعداد تثبيت البرنامج وهذا Document Text نقوم بفتحه عن طريق Notepad وننسخ هذا الكود وهو عبارة عن كلمة Sir سوف نحتاجها أثناء عملية التثبيت بعدها نأتي إلى إعداد تثبيت البرنامج كليك يمين ثم Run As Administrator فتحكه مسؤول ثم Next نوافق على شرط الاستخدام ثم Next هنا نقوم بلسق الباسورد بعدها Next يتم تثبيت البرنامج وفي الأخير Next Finish الآن هنا ننتظر برنامج الـ HTTP Anjector حتى يتم فحص جميع هذه الملفات وتظهر في الأسفل هذه العبارة All File OK في الأخير أصبح لدينا برنامج الحاقم HTTP Proxy Anjector مثبت على الكمبيوتر وأعطاني أيقونة اختصار على سطح المكتب الآن نتعرف على كيفية تشغيل برنامج الـ HTTP Anjector إضافة البايلود وإضافة حساب الـ SSH والاتصال بالأنترنت من هنا من هذه القائمة الجانبية يمكن تكوين بايلود بالنقر على Generate ثم إضافة الـ Host الخاص بك وتكوين البايلود الذي يكون مناسب لشبكتك أنا عندي هنا بايلود جاهز سوف أضيفه مباشرة بلسقه هنا في هذا المربع بعدها راح نضيف حساب الـ SSH لهذا ننتقل إلى هذا الموقع من أجل إنشاء حساب SSH مجاني سوف أختار Server أنزل فقط إلى الأسفل سوف أختار سيرفر سانغافورة نتأكد فقط إذا كان متاح وننقر على Create SSH نضيف الـ Username أي اسم غير مهم كذلك بالنسبة للـ Password مثلاً أكتب خمسة 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 هكذا بعدها نعلم على خيار كابتشا ثم Create Now هذا هو حساب الـ SSH الخاص بنا الذي حصلنا عليه نضيفه الآن على برنامج HTTP انشكتر ننسخ أولاً الـ Host وننسقه هنا في هذا المربع كذلك بالنسبة للـ User Name نقوم بنسخه ونضيفه هنا في هذا المكان الـ Password كنا اخترنا 5555 والـ Port 80 نفس الشيء يجب التعليم هنا على خيار SSH وهنا تنزع التعليم من الخيار Proxy Port ونعلم في هذا الخيار على الوسط Start Tunnel وننقر على Start لتشغيل البرنامج قد يتعرض البرنامج مع Windows Defender لهذا انقر على Allow Access وكما تلاحظون الآن برنامج HTTP انشكتر التصل الآن في مربع البحث اكتب Control Panel وانقر هنا على Control Panel هكذا ثم Network and Share Center ثم Internet Options اختر اختر Connections هنا في الأعلى ثم Lan Settings نعلم على هذا الخيار ثم Advanced هنا في الأعلى سوف نضيف Local Host نكتب 127 نقطة 0 نقطة 0 نقطة 1 وبالنسبة للPort 1 0 8 0 100 بعدها نعلم هنا ثم OK بعدها OK ونخرج من الإعدادات هذه في المتصفح Google Chrome مثلاً لو نكتب هنا مثلاً IP Address ونختار هذا الموقع سوف يعطيني ال IP الحالي سنغافرة ويمكن الآن الولوج إلى المواقع المحظورة في بلدك بكل سهولة والتصفح ب IP مختلف في حالة قطع الاتصال من البرنامج لو تحاول الولوج لأي موقع سوف تتفاجأ أن الانترنت غير موجود رغم أنك متصل بالWi-Fi لهذا نعيد الدخول إلى نفس الإعدادات كما فعلنا سابقاً وننزع التعليم فقط من هذا الخيار بعدها سوف تشتغل الانترنت على المتصفح بشكل عادي من هذا الخيار في الأعلى Inject اضغط على Save Config لحفظ هذه البيانات ولا تحتاج إلى إدخالها في كل مرة سوف تظهر لك هنا الConfigات لإنشاء Config تضغط على Export Config وتعلم مثلاً على هذا الخيار هنا سوف تقوم بتشفير كل شيء وتعطيه اسم وتقوم بحفظ الConfig وبهذا تكون قد أنشأت Config مشفر من خيار Import Config تقوم بإضافة Config لديك وصلنا إلى نهاية هذا الشرح كيفية تشغيل برنامج الحاكم من الـHTB Injector على الكمبيوتر وكيفية إضافة حساب الـSSH والاتصال بالانترنت وتغيير الـ IP الخاص بك لا تنسوا لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم أما أنت من تشاهدون لأول مرة ندعوك للانضمام إلينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بالإشعارات نلتقي بكم في حلقة مقبلة بحول الله السلام عليكم